اشتركوا في القناة لمجموعة بنك ABC والسيد محمد المعراج الرئيس التنفيذي لبنك الى البحرين وخلال الزيارة استمع سمه الى شرح عن الخدمات التي يقدمها البنك الذي انطلق في نوفمبر 2019 في مجال صيرفة التجزئ الرقمية في البحرين والتي تتمثل في انموذج عمل رقمي يعمل عبر الهواتف المحمولة فقط ويتبع خارطة طريق تبدأ من البحرين انتقالا الى دول اخرى بواسطة فريق متمكن من الشباب البحريني كما التقى سمو الشيخ ناصر مع مجموعة من الشباب البحرينيين العاملين في البنك واستمع الى طبيعة عملهم والادوار التي يقومون بها في البنك وطموحاتهم المستقبلية في مجال صيرفة التجزئ الرقمية وقد اشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بفكرة البنك القائمة على تجربة عصرية قادرة على معالجة التحديات المالية عبر استخدام التكنولوجيا والهواتف الذكية وتسخيرها لتسهيل الاجراءات البنكية والمصرفية واشار سمو الى ان ما يميز البنك ان موظفي من الشباب البحريني الطامح للمشاركة الفاعلة في عملية الارتقاء بالمملكة مؤكد سمو ثقته الكاملة في قدرة الشباب البحريني بقيادة السيد محمد المعراج على فتح افاق جديدة وتعزيز الخدمات المصرفية الذكية في البحرين من جانبه عبر صائل الوعري نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك اي بي سي عن شكره وامتنانه لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على دعمه المتواصل للشباب البحريني في مختلف المجالات بما فيها القطاع المصرفي من ناحيته اكد السيد محمد المعراج الرئيس التنفيذي لبنك الى ان زيارة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة تجسد رؤية حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى والسعي لتحقيقها وتطوير الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر